أصدرت وزارة الخارجية الفلبينية يوم الاثنين بيانا أعربت فيه عن احتجاجها على الدوريات التي قامت بها قوارب خفر سواحل الصيني في مياه جزيرة خوانيان وأدل وزير الخارجية الفلبيني تيودور لوكسين بتصريحات حول هذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وان وينبين إن جزيرة خوانيان جزء من أراضي الصين وأن المياه المحيطة بها تقع تحت سيادة الصين وحث الفلبين على احترام سيادة الصين والتوقف عن تعقيد الوضع معربا عن أمل بلاده في أن يدلي المسؤولون الفلبينيون بتصريحات متسقة مع حسن النية إذ قال الرئيس الفلبيني رودريغو ديترتي أنه على خلافات البلدين في بعض القضايا أن لا تؤثر على الصدقة والتعاون بينهما ويعد ذلك توافقا هما بين البلدين وتعمل الصين على معالجة الخلافات والتعاون مع الفلبين من خلال التشاور كما تقدم كل ما بوسعها من المساعدة لها في مكافحة الوباء وتعافي الاقتصاد